إذن ثلاثمائة يوم من الصمود الأسطوري لأهالي غزة بوجه مجازر إسرائيل ثلاثمائة يوم من عمليا الوحشية الإسرائيلية والجرائم والمجازر والعدوان على غزة يقابلها ثلاثمائة يوم من الصمود للشعب الفلسطيني الذي يكتب رغم كل الآلام والتضحيات تاريخا ويغير حاضرا ويرسم بصموده اليوم طريقا للمستقبل عبر شاشة سوار نيوز نتحدث عن هذه الأيام التي عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي دخل يومه الثلاثمائة وخلف أكثر من تسعة وثلاثين ألف شهيد حتى الآن عموما مشاهدين الكرام هذه الأيام كانت ثقيلة على الفلسطينيين وشهدت كثيرا من الأحداث في غزة وفي العالم كان آخرها ارتقاء إسماعيل هنية وأيضا مراسل الجزيرة في مدينة غزة إسماعيل الغول الذي استهدفه الاحتلال والمصور الصحفي رامي الريفي خلال تغطيتهما للعدوان الإسرائيلي عموما هناك أصوات فلسطينية تقول أنه بعد ثلاثمائة يوم من استمرار هذه الحرب وعمليا ثلاثمائة يوم على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويؤكد الفلسطينيون في غزة أن هذه الحرب ليست مجرد أرقام وإنما خلف كل رقم قصة وحلم قتله الاحتلال الإسرائيلي عموما خلال هذه الأيام الثلاثمائة رأى العالم كله وجه إسرائيل الحقيقي الذي تجب مواجهته بقوة بعد أن وقف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني موقف المتفرج على ما تفعله تل أبيب وقد سمح لها بالتماد في حربها على المدنيين في غزة هذه الحرب التي تبث على الهواء مباشرة وتوثق بالصوت والصورة مشاهد صادمة للإنسانية عموما كيف يمكن أن نصف المشهد في غزة مع دخول الحرب يومها الثلاثمائة وهناك فعليا ثلاثمائة يوم تحت الإبادة ثلاثمائة يوم في مواجهة العالم الصامت ثلاثمائة يوم من شلال الدم المتدفق في شوارع غزة ثلاثمائة يوم من العبث بمستقبل جيل كامل وحاضر جيل كامل في غزة ثلاثمائة يوم من الجوع ثلاثمائة يوم من الطوابير من أجل الحصول على الماء ثلاثمائة يوم من الأمراض التي تنهش أجساد الأطفال في غزة ثلاثمائة يوم كما يقول الفلسطينيون من داخل خيامهم من خذلان القاصي والداني ثلاثمائة يوم عن مئة سنة مما يعد البشر وأيضا ثلاثمائة يوم من الصمود الأسطوري الذي أذهل العالم عموما هناك يدركون كما يقول المتابعين والمراقبين للمشهد أن إسرائيل تعلم أنها لن تحقق أي شيء في غزة بعد ثلاثمائة يوم من الفشل والدمار على رؤوس المدنيين والصمود الفلسطيني باقي ويؤمنون أن أرضهم ستتحرر من الزمن مهما طال عموما مشاهدين الكرام كما أشرنا ثلاثمائة يوم من هذه الحرب المستمرة في غزة وفي كل لحظة نتابع استمرار الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال قطاع غزة يأتي هذا في ظل تطورات خطيرة في لبنان يقولون أن الرد على اغتيال قادة لبنانيين أمر محسوم والعدوان على بيروت والسهداف المباني المدنية هذا أمر سيرد عليه في لبنان وبالتأكيد هناك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وهذه التوترات في المنطقة الأمين العام للأمم المتحدة طالب المجتمع الدولي بمنع تدهور الأوضاع في المنطقة لكن واضح أن المجتمع الدولي لم يستطع أن يكبح جماح الإسرائيليين وبالتأكيد إسرائيل تؤكد أنها مستعدة للتعامل مع أي تهديد وأي سيناريو وستتعامل معه والأنروا بالتأكيد تقول أن ما يجري في غزة صادم للبشرية عمليا مشاهدين الكرام في كل يوم يرتق المزيد من الشهداء في كل يوم نوثق ازدياد الأمراض المنتشرة بين أطفال غزة وزير الخارجية الأردني قال لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهون بالانتقائية الفجة لنتنياهو لا يجوز كما يقول وزير الخارجية الأردني أن نسمح للأجندات الإسرائيلية المتطرفة بأن تدفع المنطقة نحو مزيد من الدمار لا ينبغي رهن مستقبل المنطقة بالانتقائية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عموما مشاهدين الكرام المشهد ميدانيا متوتر الجيش الإسرائيلي أمر بإغلاق عشرات المصانع عند الحدود مع لبنان وحال الترقب وانتظار للرد ومن أين سيأتي هذا الرد ويقولون في أن الرد حتمي والكيان الصهيوني سيندم على هذه الجرائم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول في تصريحات لشبكة سي أن 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 الشرق الأوسط يتجه لمزيد من الصراع يحث كل الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية ويقول لا بد من وقف إطلاق النار في غزة وهو ما سيكسر دائرة العنف ويؤدي إلى هدوء بين إسرائيل ولبنان ويقول من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف الخيارات الصحيحة في الأيام المقبلة وجميع الأطراف بحاجة إلى إيجاد أسباب للتوصل إلى اتفاق وليس البحث عن مبررات لتأخيره وفي إسرائيل الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات الجنود بالوحدات القتالية وفي إسرائيل أيضا مستوطنون رغم كل هذه الأحداث يواصلون استفزاز مشاعر المسلمين ويقتحمون المسجد الأقصى المبارك هذه المعركة قامت من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وبالتأكيد نحن نتابع معكم عبر شاشة سوار نيوز كل هذه التطورات والمواقف وردود الأفعال ونتمنى دائما أن نكون صوتا لشعوب العربية والإسلامية صوتا يجمع هذه الشعوب العربية والإسلامية وصوتا يعزز الوحدة العربية والإسلامية ودائما سنكون صوتا للحق سنكون صوتا للعروبة سنكون صوتا لكل قضايانا التي تجمعنا كعرب ومسلمين في كل المحطات والمساحات والميادين حفظ الله غزة وأهلها وعالمنا العربي والإسلامي وحقق وحدة تجمع قلوب المسلمين بمختلف توجهاتهم وأفكارهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر